موزيك الفم تبع الموشة ديتيب في فترة البفاوضات على الحكومة وغيرها شر ونص ولا جزوشرة شو كنت تحب تعمل ومعملتوش؟ عندي حتى علاقة بيه في الفترة ذيك ما عندي حتى علاقة بيه ما تقابلناش تماما كيفاش تحب النجم نختم ومن بعد وقت لي أعطيت رأي معارض في المكتب السياسي مرتين وهذا يموثق الرأي المعارضة أنه مساند حكم الحبيب السيد وجماعة تحب تمشي المعارضة وكذا وكذا وغيرها وقت لي عطيت الموقف فأنا كان رد فعل معناها أنه وذا يجيب بشي عرضني في الأخر معناها وفي الأخر بكل ما تصور أنت أنه المجلس الوطني البارح يعطي قران مساندة نصف الليل بربي النواب ماشي للمجلس يا ماشي للمعارضة ولا ماشي للمساندة مو كان ماشي للمعارضة بشي حذر روحه وكان ماشي للمساندة بشي حذر روحه وشنو بشي يقول معناه قبل دو جور أنا وقت جيت معناه في جارية المغرب عملت انترويون هاللربع خرجنا رخميس فلا في الحشية في بالي بشي سير مكتب سياسي بش تقروا الموقف النهائي من أعتقد أثيقة من عدمي وفاجأ بأسماس مجلس وطني أسماس رو كيف كيف كون الناس زادة يا نحضر المجلس الوطني وانا كذا شو كون يحضر ماله في المجلس الوطني رئيس الحزب هنا معناها مانيش فاهم وش فاهم حد شي حد شي كيفش هنا رو استقالة حتى لمصلحتهم هما معناها ما عندي ما نظيف كما قال لي ما عندي ما نظيف ما عنديش ما نظيف بالكل شو كون لي يخدم في الحزب شو كون لي حذر شو كون لي قرر فمش قيادات والله كنت أعتبر روحي معناه أنت أمين عام وما في بالكش بالمجلس الوطني في بالكش بالمواقف وانتي تعطي مواقف معارضة لربما بعض المواضيع اللي هوم الزلمة الحزب الزلمة حددهاش واختلي ريب علي رئيس الحزب شهر نص ولا زو شهر ما نشوفوهش كيفاش نكون على علم وانا معناها عندي المواقف ونحب نأثر بالمواقف متاعي الحزب بنلقى المواقف متاعي متعارضة رئيس الحزب ممكن في مواقف معناه يحب يعمل حاجات يحب المفاوضات ممكن عطلته أنا في المفاوضات كي نجيب مواقف في ملكاكا كأنه معناها أنا معناها عطلته كان ممكن يا أخو خير كان ممنعش فهمني أما أنا المواقف متاعي والمقتنع بيها رئيس الحزب قال وأنك انت استبقت الإقالة متاعك استقلت حتى لا يتم الإقالة أول شي صحة وكان جيت أنا نتعام بحسنية مع الناس إذا كان فقط اللي تم برنامج بتاع إقالة وهذه فهل خائبة هذه معناها وزير موجودة معاك وكذا وتقول إقالة عيب عيب ما تجيش بكل معناها كان فقط اللي نمشي خير نمشي غاف خمس عشرين في القضاءة ردي نمشي غادي نمشي غادي وبعد نسلم عليهم وقعت أعفائي وتم لبور ممكن يصل أعفائي خير من الاستقالة صح ونمشي ونسلم عليهم كيفاش تقيم تجربتك داخل هذا الحزب والله يخسارها معناها حبيت شنو ناقص الحزب وعنده تمثليات بلوس في البرلمان تمت تمثليات خطر يبدو أنه حزب انتخابي معناها حزب يحضر روحه وقت الانتخابات كما مثل المجلس الوطني اللي عنا ثلاثة شهر نسلم وصنع مجلس وطني في ظرف اثناش ساعة تعمل مجلس وطني حزب انتخابي معناها ممكن في ظرف ثلاثة شهر قبل الانتخابات معناها عنده القدرة المالية على أنه يحضر روحه ما نعرش ما نعرش والله ما نقول لك بصدق ما نعرش معناها مش مسالة معناها أني قاعد نخبي اللي شفته نقول لك عليه أما حاجة بارك معناها حقكم معناها أنا قدمت استقالتي مثالي تقولوا لي ما نجحتش في خدمتك إن شاء الله المرأة الجاية تجي أحداني ربي يوجهك خير خرجوك من الباب الصغيرة لا 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 ما خرجونيش أنا قدمتني الاستقالة من باب صغير نسالش إذا كان من الباب الصغير المهم أني في وزارتي خرجت من باب الكبير وفي خدمة الدولة خرجت من باب الكبير أما الحزب كان خرجت من باب الصغير نسالش على اعتباره أننا تحدثنا شوية على الحدث اليوم اللي هو جلسة عامة في مجلس نواب الشعب اللي أعطى أثفيقة لحكومة يوسف الشهد أنت مثلا في مواقفك كنت تحدثت على ضرورة أن الحكومة المقبلة ما يكونش فيها وزراء من حكومة الحبيب السيد والحال أنك وزير من بين وزراء هذه الحكومة وكنت أيضا انتقت بشدة طريقة المفاوضات متى حزبك لبيل في تكوين حكومة الوحدة الوطنية علش أول شيء بالنسبة أن أعضاء الحكومة أول شيء صاحبة ثقه من الحكومة بالأعظام تهوذية مثلا مبدئية وإخلاقية يزمد كلهم يعنيها يغادروا بعد يجي سيدة ريس حكومة مكلف عنده قناعة مثلا بنعرش ثلاثة أربع من أشياء حاجة كمكية وقتها معناها يقع تجديد الثقة فيهم أما الأول ما يجيش واحد يقول أنا ناجح وكل حزب يقول لك الوزر المتاعي الكل معناها نشحوا ثانية حاجة بالنسبة للمفاوضات هك شفت النتيجة متاعهم معناها مفاوضات أنا قلت لها باللول ما نحبهوش مفاوضات مطاع محاسة ما هيش محاسة قالوا لكم هما جيبوا لي دي السيفي كيما عمت النها دوني دي جيب له السيفي ونجم يختار منهم حتى حد ما يختار حتى حد وهو عنده السلطة المطلقة رئيس الحكومة ويقول له رغم عندك حتى كفاءة سمحني مثالش أما واصلوا المساندة بتاعنا الظرف الدقيق هذا هوش حبيت أنا ما هوش منطق محاسة والظرف الدقيق والصعيب تعيشوا البلاد يزمي الناس الكل تاقف لكن وقعت المحاسة فينا الماء بالتالي معناها مثالي شوية أنك تقول ما يزيش يكون فهمة محاسة الغلطة اللي ارتكبها حزبك هو أنه معتاش أسماء معتاش أسماء ما عندوش كفاءات إذن الحزب ليه عليش عليش معناها أروي جي نقول لك معناها الوطن الحر مش ممثل كان في رئيس الحزب فاها ناس موجودين في مختلف المناطق وفاها ناس بالقداء وكل شي ملقاوش برك معناها كيفاش اتم الأمور ملقاوش الهيكل ملقاوش فمتني ما ثم على عليش نوع معناها كان الناس اللي دائرة ذوك مهمة اللي نقضوهم الأسامي هي بيدها تحط فيها حاتم العشي ومحسن حسن ونجيب درويش ومعهم زوز ثلاثة ولو أنا ميحطنيش معنا ببعت ربني أم معناها موش هذا رئيس الحزب هو اللي يحط خلي ما لش كون قاعد يتفاوض ممحاط شون فانتركان معناها وممكن قالوا لي شفرويا أقترح معنا بعض الأسامي كأوه معناها مكتبين موقعش تقديم معناها يعني كأنه الحزب يتمحبر حول شخصية رئيس الحزب اللي مريحي معناه والله اللي الرافية ذكه اللي الرافية ذكه هو أنه نتمنى معناها يقوم بمراجعات بالشي يمنع الحزب هو يعمل مراجعات يعمل مراجعاته ويحكي مع العباد وميركب الشراس ويكون معناها ديمقراطي أكثر وفهمتني ويقبر رأي المخالف مثالش حتى رأي صعيب معناها ممكن أنا كنت شوية معناها في المكتب السياسي كنت أكثر معناها متشدد أكثر وكنت معناها واحد لكن في نهاية المطافرة واختلاف الرأي لا يفسد الودي قضي بالتالي اليوم معناها خذيت برشا وقت باش فهمت للحزب هذية ربما لا يرتقي لمستوى انتظاراتك أو لمستوى أهدافك السياسية أو طموحاتك السياسية تعتبر روحك خذيت شوية وقت والله ما فقط بالمثلة كان كي وقع معناها توافق حول تسميت يمين عام في مي بداية من مي خدمنا شوية الفترة اللولى عملنا اجتماعات بدينها كذا وكذا كي لقيت ما ثم شي دونك بديت نفن برش حادات وبعد لقيت معناها ما ثم شي وبيت نلقى بات الحاجات معناها تفهمنا في الرمضان مثلا أنه ثم ما قرب شي تعمله يتكره وكذا وكذا قالوا لي هاو توا معناها حضر ولا حاجة منيش عارف مش نعملو مثلا ليلة القدر مش نعملوها في القيرة وين اجتماع اجتماع في حيطة معناها حاجات هذه ومن بعد ما ما ثمحت شي وبعد رمضان مباشرة يعني حزب انتخابي قلت أنت يخدم كان معناها وكذا وفايا كل شي معناك فاش تلقى روحك أنت في اللقاء يعني حزب يخدم كان وقت ما هي إجابتك على هذه أول شي معناها أول مرة نسمع بمجهز يفتح تحقيق أما هذية معنا بكل وضع مش نرفح تحقيق مش تحقيق قضائي بمعنى تحقيق تحقيق داخل يسمعني قد يكون تحقيق إداري أنا معناها معناها بنسمع لي كل شي نسمع فيه تعرف لي قبل معناها عملت شكاية من الأشياء كمنا كاي مرة أخرى سأضطر مش نرفع الشكاية قاعد نستنى في التشجيل الواحدة بشوف شكون بالضبط لأنه شكاية شخصية هي فيها شخص بشوف شكون بالضبط اللي قال لكلام هذي مش نشكي به بكل وضوح أنا أنا لا أفرط في حقي هذية مسلي في عرضي 25 سنة نخدم في القضاء وانتي تجيت مسلي في عرضي توا ومن عند شكون من الحزب اللي أنا استقلت قبله بساعات هذية لن أسامح ولن أتسامح في المسألة ذية وقوان ستو اليوم أنت وزير أملك الدولة لمدة سنة ونصف في آخر يوم أي لمدة سنة ونصف وأنت أيضا قاضي الاسم اللي ارتبط باسمك في هذه الشبهة هو سليم شبوب شخص عنده أملك إذن بالمنطق رئيس أملك دولة وزير أملك دولة سمحني قاضي يعني عندك الإمكانيات القانونية والتكوين القانوني اللازم يعني خلي هذه الشبهة تحول حولك شنو دخلني أصلا الحكاية هي الحقيقة والكرامة وسليم شيبوب المكلف العمز على الدولة ما دخلي في المسألة ذية أمر عجيب وغريب أحنا توليت هذه أكبر مشكلة في الخلاق في السياسة معنا هذا ضعط أنه سهل يسر تولى جيل شخص وكذا لكن الحمد لله سليم شبوب صاحب أملك مصادرة مثلا لا ما يمنيش فيه عنده أنا ما عندوش أنا اللي يهمني أنه المصدقية التحكي سيدة ليل عبيد القادية زميتك ليل عبيد كانت بحثين وقالت وإني تركت هذا الملف اللي هو الأملك المصادرة لأنه ملف حارق جدا ولأنه الناس الكل تتخاطف فيه وتتلاقف فيه وناس كلها نحن نصدر قرارات مصادرة لجنة المصادرة أنا خاطر من لول بكلك أنت موجود في هذه اللجنة ليه ليه مش موجود ثم لجنة مصادرة فيها رئيس لجنة قاضي وفيها أعضاء اللجنة تصدر قرارات بركة راه الأملكة والدنيا كل عند لجنة تصرف في الأملكة المصادرة في إجارة المالية اللي أنا عزو واللي أنا نحذر كان في الجلسات أنا قتلك اللي أنت فيها اللجنة أنا فيها عزو نحذر كان الجلسة ما عندي حتى تدخل دوبة شركات وغير وغير لكن أنا الصحفيين يسهلوني نجاوب نجاوب حتى على اللجنة في رياب وقتها وزي المالية ووقتها ما ما يحبش يجاوب اختلطت الأمور وولت لكلها مع بعضها معنا كيفيش معنا اختلطت الأمور ولت الناس تعتبروا ذات مراك الدولة عندها كل شيء ياولادي معناش ياولادي رولاج أنت التصرف موجودة في وزارة المالية ديما نعيط على حكاية ذي هو شيء نفع رب وضح جدا شكرا لك سيحاتم العشي الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال والأمين العام المستقيل جزء ما من الحزب الوطني الحر شكرا لك على حضرك معنا